قال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال إن عدد العمليات الإرهابية التي وقعت العام الماضي تجاوز الألف عملية راح ضحياتها نحو 7400 شخص من مختلف دول العالم وذلك بناء على تقارير عالمية متعددة سردت قائمة لأعنف العمليات الإرهابية من حيث عدد الخسائر البشرية خلال عام 2017 أعنف تلك الهجمات وقع في مصر وفي منطقة العريش بالتحديد كما نشاهد قتل فيه 309 أشخاص هذا في نوفمبر الماضي نفذ هذا تنظيم مشاهدين تنظيم داعش الإرهابي ثاني أعنف هجوم شهدته قندهار وكابل في أفغانستان وراح ضحيته 280 شخص الهجوم هذا وقع في مارس الماضي وتبنته حركة طالبان في سوريا قتل 126 شخص في عملية نفذها أيضاً تنظيم داعش الإرهابي في أبريل من العام الماضي استهدفت حي الراشدين بحلب وهو ذات عدد الضحايا الذين سقطوا في باكستان في هجوم تبنته جماعة تسمي نفسها جماعة الأحرار هذه الجماعة المشاهدين هي ذات الجماعة التي تبنت هجوماً آخر وقع هذا الهجوم في النصرية في العراق ووقع في سبتمبر الماضي وقتل فيه 84 شخص جماعة الأحرار تبنت هجوماً آخر أيضاً في نوفمبر وقع في نيجيريا بالتحديد وقتل فيه 84 شخصاً أيضاً بالانتقال إلى مالي نفذت مجموعة تطلق على نفسها اسم مرابطون نفذت أيضاً عملية إرهابية قتل فيها 77 شخصاً نأتي إلى اسطنبول التركية وهناك لقي 39 شخصاً مصرعهم في هجوم نفذه تنظيم داعش مطلع العام الماضي وفي العاصمة السومالية مقاديشو قتل 39 شخصاً أيضاً في عملية نفذتها حركة الشباب هناك اشتركوا في القناة